عمليا يوميا تصل إلى هنا سيارات من مختلف دول الاتحاد الأوروبي هذه السيارات تصل إلى هنا مليئة بالمواد الغذائية بالمساعدات الطبية التي بدورها توزع على مراكز الإيواء على مراكز التجمع هنا في هذه المدينة أو في هذا الموقع ميديكا أو حتى في مراكز تجمع أخرى هذه السيارات وهؤلاء المتطوعون لا يعودوا إلى بلدانهم فارغين عمليا يحملون السيارات باللاجئين الراغبين بالانتقال من بولندا والوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي هؤلاء بطبيعة الحال يكون هناك تنسيق ما بين الجهات هنا وبين أقاربهم أو منظمات إنسانية أيضا في دول أوروبية في تلك الدولة التي يريدون الانتقال إليها وبالتالي يكون هناك تسهيلات أكثر ربما من بقائهم هنا حيث سيكون البقاء هنا في مجمعات أو في مدارس خصصة لهؤلاء بمعنى أنه لن يكون هناك منازل منفردة لكل أسرة بينما في حال توجههم إلى دول أخرى فقد يحصلوا على مأوى ولو لفترة اللجوء على الأقل التي حددها الاتحاد الأوروبي لعام كامل يمكن أيضا تجديده الدنمارك بالمناسبة كانت قد ناقشت خلال اليوم وستناقش بأرلمانيا بالمناسبة يرى فكرة أن يقدم أو يمنح اللاجئين الأوكرانيين عمليا تسهيلات أكثر سنتين إقامة أو سنتين من حق اللجوء يمكن لهذا أن يمدد بحسب الأوضاع الأمنية داخل أوكرانيا أيضا يمكن للأطفال والنساء ممن يصل إلى هناك أن يحصلوا على معونات طبية أن يدخلوا المدارس وأيضا أن يحصلوا على فرص عمل دول الاتحاد الأوروبي بدورها تدرس أن يكون هناك أيضا تسهيلات أكثر على مستوى تقديم أو توفير فرص عمل هنا في بولندا بدأت هذه الفكرة ونرى عمليا في بعض الفنادق أن من وصل من أوكرانيا بدأ بالفعل ممارسة بعض الأعمال داخل الفنادق في الفنادق وبالتالي لن يكون هؤلاء اللاجئون عالة على الدولة أو على المجتمع بل سيكونوا فاعلين منتجين بحسب مدة إقامتهم هنا بطبيعة الحال نرى أيضا في هذه المنطقة يرى أن الكثير من الأشخاص يأتون إلى هنا ويضعون الملابس على سبيل المثال وأيضا بعد المعونات الطبيعة يقدمونها حتى للجمعيات الخيرية التي تعمل هنا أو التي تقدم واجبات طعام وبالتالي يأتون بمقادير تلزم هذه المطاعم أو هذه الجمعيات لطهو ما يلزم لتقديمه لهؤلاء المهاجرين أو اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى هنا حتى الآن العملية مستمرة طوال الليل وطوال النهار لا تتوقف سواء الوصول أو حتى المغادرة من ناحية المعونات أو من ناحية اللاجئين يارون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر